أين كان نور السعيد في هذه الأحداث؟ نور السعيد كان في قصرة كان نائم في قصرة لا يدري أي شيء لا يعلم أي شيء رئيس وزراء لا يدري أي شيء لا يعلم أنه حصول ثورة إلا عن طريق الخبازة عمشة الخبازة التي كانت تجذب له صباحا كل يوم الخبز الذي تخبزه في النور اسمها عمشة وعمشة من أين عرفت؟ عمشة شابتة يمشي جاية للقصر بالكراد مريم شائل القرص خوز للباشة شافت ضباط من كشرين بين الأشجار وجنود شو لذولة؟ لمحة وصفة آهر وصفة آهر عرفتها إلى أن كان مرافق النور السعيد سابقا هو مشترك ويعبد الكريم قاسم بالانقلاب ضد نور السعيد فجدتي عمشة طبت على الباشة قالت لباشة شفت ابنك بالحديقة نور السعيد لا يوجد بس ولد واحد وصباح ساكن بالشالشية جابها بالكرادة قال هاي ليش عمشة يعني يا ابني بس شالشي قالت للا ابنك هذا وصفي باوعي ابنك لأنها قال ما كان مدلل فوصفي طاهر هو طبعا نور السعيد ذكي عرفت أن هذه حركة انقلابية رأسنا طفر ركبوا البلم وراد يعبر إلى ذاق الصوب إلى البتاوين يعبر لكن بالبتاوين كانوا واقفين على الشاطئ الناس متجمعين وبيديهم الحبال يتلقفوه حتى يسحلوه فهو رجع مرة ثانية بالزورق ختل بالزورق وذبوا عليه يشبشت الصيد حتى يخفوه يجي وين طب؟ طب البيت البصام جيرانهم صادق البصام طب بيت صادق البصام صادق البصام أخفاه في سيارة أخوه وأرسله إلى الكاظمية إلى بيت الاسترابادي حيث تم إخفاءه هناك نور السعيد ظل 14 تموز إلى ظاهرك 15 تموز حي يرزق العائلة المالكة كلها أبيدت من نفس اليوم هاي مقلوبة الدنيا ببغداد طبعا طبعا لم تلم بغداد بس هاي شنو من دولة وشنو من حكومة هاي تدري لو هسا في هذا الوقت يمكن عشر تكاتك يسقطون الحكومة يعني رئيس وزراء القبازة تقول له ترى أكون قلاب أو ما يدري أصلا نظام بسيط نظام متحول بسيط نعم نظام بسيط حراسات ماكو لو هي الحياة كانت تيجي هي الحياة بسيطة يعني هل تتوقع جندي جندي أو شرطي يحرز دار رئيس الوزراء شرطي و هذا شرطي ما كان موجود ايه ما موجود راح صار الفجر طاله لا راح ترك الباشناين وحده عبارك خيال ايه يعني القصر ما بيغير لواء الحرس لواء الحرس يعني سووا انقلاب عليهم راح نحرز مع الثور ما قاتل بشرف شرف المهنة انه انتو جايين بهذا المكان دافعوا عن هاي العائلة ما دافعوا ابدا